الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وقال أمر ابن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليه اليوم يعني إذا ابتدع بدعة فإنه يتلير ويتلول في كل حالة في كل زمان وطراه يختلف قوله من زمان إلى زمان وقلنا هذا اسمه التلون هذا التلون قد يكون سابتا عنده ثم يميع قد يكون مميعا ثم يكون سابتا فهذا التلون لذلك كان يقول حزيفة وإياكم والتلون في الدين إياكم والتلون في الدين وقال ابن عوني إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه نعم إذا غلب الهوى على القلب استحسن ما كان يستقبحه كما قلنا بأن اتباع الهوى أردى وفيه ما فينا الهلكة ويسقط صاحبه في هوة سحيطة لا نجد له بعدها قال الله للفعلاء يا داود هناك عنك خريفة في الأرض فأحكم من الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال الله للفعلاء أفرأيت من انتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا بمن أن الهوى الإنسان كلما اشتهى شيئا ركبه وجعل الدين أو جعل الهوامر الشرعية خلفه ظهرية لذلك هو يقول بأن المرء إذا استحسن أو إذا غلب عليهم هوا استحسن ما كان يستحبهه أمس ويكون متأولا كما فقالت فضايب رحمه الله لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيعه حسنا فقال أبو العالية آياتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين اختلفوا في الكتاب أفي شقاق بعيد وقال أرطات ابن المنذر لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى طبعا هذه فيها ما فيها من النظر وقالوا أن يكون ابنوا على أنها يكون فاسقة من الفساق فيها الدلالة وطحة لدنا على التبريغ بين البدعة وبين وبين المعصية وكما قلنا الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من؟ المعصية البدعة لا يتب منها صاحبها فأما المعصية قد يؤوب وأتد صاحبها فقال أبو إسحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إليه من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم وهنا فيها دلالة عن مساءات المفضلة يعني أنه يقول لو جلست إلى النصارى في بيعهم أحب إليه من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم وهنا فيها دلالة على أنه يجوز دخول بيع النصارى وهذا راجع صحيح بل يجوز الصلاة فيها إن لم تعلق التصوير لقول إنه سلم جعلت لها الأرض مسجدا وتهورها وقال سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله لأن يصحب أفن فاسقا شاطرا سنيا أحب إليه من أن يصحب عابدا ابتدعا نعم وهذه أيضا فيها التفريق لأنه حتى ولو علق أو صاحب فاسقا في ما فيه من الفسم لعله يسمع أفن أفن الله في أرجع خير لهم من أن يكون أو يصحب عابدا متعب مبتدع لأن العابد هذا ما ازداد عبادة في بدعاته إلا وازداد من الله بعده والممتدع استحق للألون واللعن كما قال لأنه بسبب لعن الله من أحدث فيها حدث لعن الله من آوى فيها محدثا فاللعن طبق رحمة الله لفعلها لذلك هو يقول لنا ننقى بأولادنا ولو كانوا مع السرات أولى بنا أو أولى لنا من أن يجلسوا مع الممتدع لأن نجلس مع الممتدع فيه يلعد عن البلاد الفعلان وابتدع وطرع في دين الله الفعلان ولذلك قلنا لأنه الهلاك كل الهلاك ما عليك يبتدع وينصر نفسه وربا مشرعا لعباد الله لذلك يقول الله أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقيل الملك بن مغوري رأينا ابنك يلعب بالطيور قال حباثة إن شغلته عن صحبة مبتدع وقال ابن شوذج من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملها عليها لا يحملهما عليها لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما وقال عمر بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأه مع أهل السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أهل البدعي فيأس منه فإن الشاب على أول نشوئه فقال عمر بن قيس إن الشاب لا ينشأه فإن آثر أن يجالس أهل الإبن كاد يسلم وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب فقال حمد بن زيد قال لي يونس يا حمد إندي لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه وصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب وإن أنت لو أنت تعلم شؤفات السلف كيف يهدمون البدع ويبينون بأن ضلال كل ضلال في البدع ولا أنت لصاحب بدعة لذلك هو هنا يقول حتى أراه صاحب وصاحب بدعة فعندما فعندها أعلم أنه قد عطبها لأنه وقع في العطب لأنه لو تأثرت البدعة في قلبه يستدل لها ويحارب عليها ويعني يعلق النصوص من أجل من أجل هذه البدعة التي يعتبرناها ويديم الله بها لذلك كما قلنا نعمة مقال الثوري البدعة أحبر الشيطان من المعصير المعصير يستغفر أتوه وورد في بعض أصال أن أبليس كان يقول قد أهدبتهم بالمعاصي فأهدبوني بكسرة الاستغفار أما البدعة فلا صاحب ولا يستغفروا منها لماذا؟ لأنه يعتقد بأنها الحق ويسير خلفها على أنه يسير خلفها الحق الحمد لله مدعفان المعتقبية وقال الحسن رحمه الله ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله البعدة وقال ابن عوني المشتيد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة وقال الأوزاعي قال إبليس الأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه إنهم لمقرون بالتوحيد قال لآتي أنهم من باب لا يستغفئون الله منه قال فبث فيهم الأهواء والبدعة وقال سعيد بن عنبسة ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واخترجت منه الأمانة وقال الأوزاعي ما ابتدع رجل بدعة إلا سنب ورعه وقال الحسن ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه وقال ابن عوني ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياة وركب فيه الجفاء وقال عثمان بن حاضر الأزدي نخلت على ابن عباس فقلت أوصي فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع وقال ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال طرحة بن مصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة وقال أبو إجليس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا تطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير وقال عطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عمقه وقال مينور بن مهران إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام وقال مالك بن أنس رحمه الله لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنه وقال مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين جئت وقال عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن وقال أبو القلابة ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف وقال أبو القلابة في قول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين قال أبو القلابة وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة وقال أبو القلابة إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار فجربهم فليس واحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم الذين يؤذون النبي واختلف قولهم واجتمعوا عالف الشك والتكذيب وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فارق الجماعة شبرى فقد خلع ربقة الإسلام من عرقه وقال محمد بن حنفي لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم وقال عبد الله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس وقال عبد الله بن عمر يوشك أن تظهر شياطين شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس فقال أيوم السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوم احفظ عني أربعا لا تكن في القرآن برأيك وإياك والقدر وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاء وقال إبراهيم النخائي في قول الله تعالى وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ قال هم أصحاب الأهواء وقال معاوية بن قرّة الخصومات في الدين تمحق الأعمال وقال يوسف بن أسداب النظر إلى صاحب بدعة يطفي أمور الحق من القلب وقال بشر بن الحارف إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه أقال عباس الخطاب إذا خرجت من بيتك فلقياك صاحب بدعة فردية فإن الشياطين محيطة به تكلمنا عن البدعة وأسر البدعة وضر البدعة وكلام الإمام الشفائي في التأسيق إلى البدعة الحسن ومدعة النظومة وبيانناه أمس وكلام عيني عز بن عبد السلام يبقى لنا أن تكلمنا عن السنة التوقية وأن التارك سنة مسألة أخرى هم يتمسكون بها وهي مسألة عدم الإقرار بأن العبادات توقفية هم يرون أن الإجتهاد في العبادة مسلوحهم بها قد فتح بابا في هذه الأمة لباب الإجتهاد والإجتهاد ممدوح وقالوا إذن الإجتهاد في مسألة العبادات وهي بدون وقد وضع هذا الإجتهاد في كثير الحمد للناس في كثير من فعل الصحاوة فبيلال قد اجتهد وكان ما يتوضى إلا وصد بهذا المدين ولذلك النساء قال له يا بلال ما أرجع عمل أن تتعملوا ما أرجع عمل لك فقال يا رسول الله إني أسمع دفن عليك بالجنة فقال يا رسول الله ما زدت على أنني كنت إذا توضأت صليت بهذا المدين إما صلاة فرض وإما صلاة نفل إما صلاة راتبة ولذلك اختلع ومسمن وقالوا هذه اسمها سنة سنة الودوع يعني ما في تسميع الميال الدليل بها لكن هم أطلقوها على ما فعل بها رضي الله عنه ورده وقالوا هذا فعل ميال رضي الله عنه ورده وماشتهاد أيضا فعل كثير من الصحابة في بعض الأمور من اجتهاد من الصحابة اللي ضررنا عليهم في هذا المدين منها اجتهاد الصاحب الجهيل عندما دعا قال الله لك الحمد ربنا حمدك كثيرا طيبا يليق بتالي أجهك يا عظيم السلطاني كان ياخذ أروالي هذا اجتهاد منهم والإنسان قال رأيكم ثلاثين ملكا يكتدلونها أيهم يكتبون هذا فالإنسان هذا أيضا دلالة وضحة جدا على الاجتهاد ويوافق المفهوم في قوله السلام من عمل من أحدث في ذي إلى هذا يعني ما ليس منه فوار رط رط طلو ولذلك بلال قد فعل ذلك لكنه كان منهم ما كان بهم الله كان منهم يعني هذا كان منهم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل عمل ليس عنهم فوار رط قالوا هذا الأمر هو أمر عليه أمرنا ولكن الهيئة مختلفة مثلا أو التوقيت مختلفة أو الزمين مختلفة قالوا هادي فيها دلالة وضحة جدا على أنه ما كان من الدين وكان الاجتهاد فيه وله أصل عام فهذا لا يكون بدعا بحال من الأحوال والحق بأنهم يعني أرادوا هدم هذا التقصير الأصل بحالات التوقيف قالوا لو قلنا بذلك إذا كل اجتهاد في العبادات مردود غير مقبول ويكونوا على ما تقولهم بدعا لكن الحق بأنه يصح أن يجتهد المرء في ذلك واستدلوا عليه كما قلنا بفعل البلال وفعل الصاحب الجليل وفعل صحابات الصحابة في بعض الأمور الاجتهادية في العبادة ورط عليهم يسيقهم وخطي رط عليهم أولا ذلك هو بأنه من يأتي بزمان كزمان الصحابة هل عندنا من الصحابة هناك الوحي يأتي بقرة أو ينكر فهم لما اجتهدوا للإخلار وإنكار عندنا الدليل على الإخلار وإنكار لكن بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما استتم الأرض اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فإن أراد أن يشتهد تيادة أو مقصانا لا ناعد دماء الأفق أو الخالفة ولذلك مثلا فهدي سناتي فمن راغب عن سناتي فليس فليس من كم وكم قد وقع في مسك هدي مسائل وردهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعدما موت النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا كذلك هذا المحل المحل للإجتهاد وهو محل ثمان السنة فقط هذا الزمان والصحابة كانوا لهم الأهلية التامة ففهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقال بأنه لا يجوز بحال من أحوال الزيادة أو الاجتهاد في مسائل العبادات الأصل في العبادات التوقيف وما أتلكم رسوله فخضوا مناقوا عنه فانتهوا وأيضا يقول للإجتهاد هذه سناتي فمن رغب عن سناتي فليس مني هذه مسألة من الأهمية المكان ومسألة الاجتهاد وهذه الاجتهاد كما قلنا الشبع جاء إما بالإقرار وإما بالإنكار وليس غير الصحابة مثل الصحابة وما رأينا أحدا من التبعين قد اختلع عبادة أو اجتهاد اجتهادا فآه يا رفير هيئة العبادة أو الزمان أو المكان لن نجد ذلك بل كلهم كانوا يتبعون ولا يبتدئون وكلهم كانوا يعني يسحبون أنفسهم ينظرون أين ما كان عليه الإنخلم أو ما كان عليه الصحابة فيعملون به ثم ذكروا على ذلك صفات للنفذين أو للمتدئة إن البدعة سبيل للنفاع البدعة سبيل للنفاع كيف؟ حاجة كيف البدعة سبيل للنفاع؟ اومد شيخي، لقدمت بلكالكالب والكالب الخاص له بخصوات المفذ يعلم.. معايا شيخ انا يا جدت إديا مسايحة هتوه أنا لكن دهن هتوه جاكده ينحون شيخي متعبد مقدش العملية وتعلى وتقول التعامل بغاية متعبد كيف البنعة تصل بالمري إلى النفاق؟ ونبتدع كيف أظهر لأخي الأخير وين؟ أبقيت البس أستشوفكم الأراضي هي تجي من هنا إن شاء الله تصنر كبير بسعة الهوى شيفا الهوى المبتدع هي المبتدع مصوص وهذا المبتدع فرن المبتدع يفعل ذلك يا نصرة الدين لله ويرى أن هذه البدع ليست البدع بل هي أصلا من أساس الدين بالله ليس كالمنافق كيف المنافق يا ابني يا حبيب المنافق يبطاط المدغنة للدين أما المبتدع لم يفعل ذلك يفعلين كيف ذلك؟ وهو أعمال للنهار يتكلم على الدين وينصر الدين بس خلينا في المتفلسف دوت ها كيف؟ الأولى صحيح؟ خلاص تشفى عليك الأولى تفضل شديد شديد لا أتى بإجابة سديدة المبتدع كيف؟ البدعة سبيل للنفاق البدعة سبيل للنفاق لما؟ لأنه من أجل هذه البدعة ومن أجل إظهار هذه البدعة سيأتي يستدل لها بهتانا نظورا وقد يركب الإسناد على المت كذبا عن رسول الله كما قال بعض الخطوية قال كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا وهذا من فعل المنافقين كنا إذا هوينا حديثا ركبنا له إسنادا ومن ذلك أيضا السمرة السمرة مع اختلاف الوجهة السمرة في الحالتين نعم السمرة المنافق يكون قاصدا في العمل على إفساد الدين والمبتدع بفعله يفسده ويعمل على إفساد الدين وإن لم يكن قد ينتوي ذلك بل ينتوي القرب إلى الله الذي يفعله ذا الفرق بينهم ولكن السمرة واحدة أيضا من الصفات التي تتكررها المصنف للمبتدع أنه يحمل الدغل والغش لأهل السنة من صفات المبتدع أنه تراه مبغضا معاديا لأهل السنة ولذلك قالوا، من تكلم في حمدゴ بن سلم فاتتمه على الدين على الإسلام وأيضا قال السلف مان رأيت ويتكلم في أبي نوعي فاتتمه على الإسلام لанием لأنهم كانوا أشداء على أهل البدع ومؤخرا من تكلم في الشيخ السلام السمية فاتتمه على الإسلام هذه الأش propio المدع لأن هؤلاء القوم يعني قد حملوا الدين ووصلنا غدا طريا وأيضا هؤلاء القوم هم الذين أصلوا وقعادوا القواعد التي يسيروا على نهجها العلماء وفعل ابن تيمية لنصرة الدين معلوم غير مجهول فلذلك نقول من يعني من صفات هؤلاء أهل البدع بأنهم يعادون أهل السنة والجماعة يحاربون أهل السنة والجماعة يحملون في قلوبهم الدغل والحفظ والحسد ولذلك لا يمكن أن ترى منهم رجلا ناصحا أمينا لأحد من أهل السنة والجماعة هذه من صفات الذكرنا المصنف على صفات المبتدع من صفات المبتدع أنه يعني ليس من أهل الورع بل وليس من أهل الإيمان ولو كان من أهل الإيمان يعني الإيمان الكامل لما قال فينا السلام من الله حذب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع هذه البدعة وأقول الفضائي اللي يسير العدل مستورا حتى يرى قبيحه حسنا وهذا ما معناه؟ معناه أنه كل مات معافئ إلا المجاهرين طيب ما الذي يحدث؟ نقول إذا استمرأ ذلك واستحسنه بعدما كان قبيحة في نظري بهذا الله يدفعه لا يتركه لا يتركه يهتك ستره في هذا إن استحسن القبيح وقال بس سنة بدعة والعكس البدعة سنة نعم ثم ذكر مسألة الجدال في حديث أبو العليا عندما قال آياتان في كتاب الله ما أشدهما قال علي الذين يجادلون في القرآن ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا كأنه يقول كل مجادر في القرآن يكفر وهذا خطأ ليس هذا الأصل في التمحيس المسألة وإلا هنا لما يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا هذا عام عام وفيه التنفير من الجدال في كتاب الله قد يجادل في كتاب الله المؤمن بل قد يكون تقياً نقياً مجتهداً متأولاً فيكون هذا الحق أن هذه الآية من باب العام العام الذي يراد به الخصوص العام الذي يراد به الخصوص وهي المخاصمة والمجادلة والمراء بغير واجه حق بغير واجه حق هذا الذي يدخل تحت هذه الآية ذلك قال الله جل في علاه وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيه شقاق بعيد وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيه شقاق بعيد أما قول أرطاء قال لأن يكون ابني فاسقاً من الفساق أحبه لأن يكون صاحب هوى قلنا لأن الفسق معصية والمعصية والشهوة بعدما يتألم المر بعدما ينتهي منها قد يأوب ويتوب سريعاً لا سيما وإذا غلبته شهواته فهو أقرب إلى المغفرة غلبته شهواته وربه يعذره وقد يكون كما قلنا أقرب الناس إلى المغفرة أما صاحب البدعة لا الذي يتبع شهواته فإننا نقول بأنه باتباعه لشهواته يعني في هذا الباب إما أن يكون يعني متأولاً وإما أن يكون قاصداً وإما أن يكون رجلاً عادياً لا يعرف الحلال من الحرام لكنه اشتهى شيئاً فركبه هذا بالنسبة للذي يعني يتبع نفسه الشهوة هو أقرب ما يكون إلى المغفرة لأنه في فعله هو في مشيئة الله للفعلات في فعله هو في مشيئة الله أما المبتدع فهو يأتي يوم القيامة ويقول يقول سلم ولي يختلجن أقوام من بين ذي يقول فيقول الله للفعلات لا تدري ما أحدث بعدك ولأن الشهوة لم يستحق صاحبها اللعن إلا في بعض الشهوات كشرب الخمر وغيرها هذه فقط لكن باقي الشهوات لم يستحق صاحبها اللعن أما البدعة فقد استحق صاحبها اللعن لذلك هو يقول لو كان من الفساق أقرب ما يكون إلى التوبة والأوبة وكلما كثر الاستغفار كلما كان الله للفعلات أكثر وأعظم مغفرة له أما المبتدع فلا المبتدع لا يرجع الذي قد اتبع هواه في الشهوة فإنه يعلم أنه أخطأ وقريبا ما سيندم على ذلك وأن تطرى الأسئلة التي تأتيك يقول لك وقعت في شيء قد أقسمت قد أقسمت لله أنني لا أقع فيه طبت منه ورجعت إليه فهو هو يعلم أنه مغطئ وأول درجات الفلاح أن تعلم الخطأ وأن تقر به كلما أغفلت الخطأ ولم تقر به لا يمكن أن ترجع عنه أبدا فأول درجات الرجوع هو أن تقر بالخطأ ولذلك ليس النبيل الذي لا يخطئ ولكن النبيل الذي إذا رورع يرجع وإذا علم خطأه استغفر وأتاب وأناب أما صاحب البدعة فلا صاحب البدعة البدعة لا يزداد إلا تأصيلا وتقعيدا لهذه البدعة ولا يزداد إلا تمسكا بها وأيضا صاحب الشهوة فإنه لا ينصب نفسه مشرعا مع الله وأما المبتدع فقد نصب نفسه مشرعا مع الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن أما المشتهي فلا هي شهوة يتبعها وينتهي الأمر ولذة الشهوة تنتهي ويعقبها المرارة ويعقبها الألم والندم فكلما كان أشد ندما كلما كان أقبر أقرب إلى المغفر لكن لا ترد صاحب البدعة لا ترده نادما بل ترده فرحا مسرورا بهذه البدعة وترده مبينا لها بالتأصيل والتقعيد والمناظرة والمحاجدة ويقول هو الحق هو الحق ويتصلب عليه ويظهره للناس أنه الحق هذه فتة في الدين لأن البدعة تطمس سنن فعندما يجعلها حقا فقد تصير وتنقلب السنة إلى باطل قلب الأحوال جعل البدعة سنة وجعل السنة بدعة وهذا آخر الزمان في هذا الباب بقول السلام بينها ده الساعة سنون خداعها وصدقوا فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول المألمين كما قام أحدهم يتكلم في البخاري وفي غير البخاري ويأتي بأقوال العلماء يجعلها كأنها قرآنا كأنها قرآنا فيقرأها أو يقول ينقل أخوال الأهل العلم على أنها الجازم بها والأخذ بها مع ذلك في قول السلام يقول لنا الأخذ والرد فهمنا تتغير فهمنا تختلف وليس لأحد سلطان على عقولنا ولذلك قال أحب إلي أن يكون أن يتكلم عن نفسي أحب إلي أن يكون ابنه فاسقا أو يكون هو فاسقا مع الفساق أفضل له من أن يكون مع صاحب هو ولذلك قال أبو صحاق الفزاري لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم هذا كان طبعا فيه نظر فيه نظر لكننا نقول الأصل أنه يريد شدة التنفير من أهل البدع يعني المقصود السياق الذي يخرج يخرج بشدة التنفير من أهل البدع لأننا كما قلنا من خطر البدع أنها تهدم السنن البدعة هدامة للسنن البدعة هدامة للسنن لترى هتعرف القوم فيهم بدع أم لا إذا رأيت كسرت الاختلاف عليه كسرت الاختلاف تدل على البدعية فهو يقول أن أجلس في بيع النصارى يعني أجلس في بيع النصارى ماذا يفعل إما يتعبد يستغفر يصلي لا هو يقول أنا لو جلستهم هؤلاء النصارى أرحموا علي يقول أحب أولئا من الجلوس في حلقة يتقاصم فيها الناس في دينهم لأمرين اثنين الأمر الأول لأنه لما أجلس مع النصارى هو يعلم حال النصارى وما يستيقظ من هذا فلن يفتن فإذا جلس مع أولا أهل البدعية والأهواء قد تدخل الشبهة من الأزن سريعا إلى القلب فلا يرتفت لا يستطيع رد ذلك فيقع فيه في البدعية لذلك قال أنا أسلم أسلم عندما أتخذ حذري من هذا أنا علمت أن هذا ليس بمسلم أن هذا فيه ما فيه من الكفر فأنا أحتاطه لنفسي أما الآخر يتسمى باسم الإسلام يتزايا بزي الإسلام بل يتصدى للناس على نوع من علماء الإسلام فهذه الفتنة به أكبر الفتنة به أكبر لذلك قال في حلقة وأحب إله من الجوز في حلقة يتخاصم فيه الناس أو يتخاصم فيه الناس في دينهم والخصومة هنا في الدين والخصومة في دينهم معناهم أنهم يضربون يضربون الأحكام بعضها ببعض كما يضربون كتاب الله على بعضه ببعض قال سعيد بن جبير لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا الشاطر يعني الحق أنه السارق شاطرا شيئا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا شفو انظر يعني يكون حظه أن يكون من صحابه من أصحابه أن يكون فاسقا وأن يكون شاطرا أن يكون سارقا أحب إليه من البدع كما قلنا الأصل الذي يدور عليه أنه ماداما قد علم أنها معصية فإنه في الحالات بأسرية يتوب يؤوب إلى ربه إذا لا في علام أما في البدعة هو الذي قد زين الله عمله فحسب أنه أتى حقا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ولما قيل لمارك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور طالح بدأ إن شغلته عن صحبة المبتدر يلعب بالحمام يلعب بالطيور طبعا ليه ما يقول لعب بالطيور هنا معصية صح؟ معصية؟ كفر؟ ما ليش قلت؟ من خوار المروعة هي كانت في زمنين من خوار المروعة لذلك يقولون الذي يأتي بحمام يطيره ويبحث وأنظر ليه فهذا فيه سفا أنت الآن الآن مش بنتياره ده هو بيطيره ألا فهم يقولون أنه لو فعل ذلك لو فعل ذلك هذا هذه من خوار المروعة فهو يقول يفعل خوار المروعة أحبه لها من أني صاحبها مبتدعا سيوقع في قلبي شبهة سيضيع ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وأشد الناس عقابا يوم القيامة المبتدع وطبعا أشدهم عقابا في الدنيا المبتدع لما؟ لأنه اتفقت الكلمة على أن المبتدع يهجر وإن كان في زمنين المسألة لا تطبق التطبيق الصحيح في هذا الباب يهجر طبعا يعني يهجر لهم يعني قل بأنهم يغلب على ظنهم أنه سيرجع ويتوب ويأوب لكن في زمنين هذا هو اللي بيهجر مش أنت اللي بتهجر يعني هو الذي يهجرك ويراك منحرفا ويراك كافرا أو يراك فاسقا الممن هو يراك منحرفا فهو الذي يهجرك لا أنت الذي تهجره فأنت تحتاج إلى أن تدعوه إلى الله جل في علا لما قيل له ابنك يلعب بالطيور قال ما فيه شيء الحمد لله الممن أنه لا يصاحب مبتدعا وفي قول عمر بن قيس إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل الشام مع أهل الصنة والجماعة فرجوا وإذا رأيته مع أهل البدعة فيئس منه فإن الشاب أولى أن فإن الشاب على أوله نشوء وهي كما يقولون عندنا في المثل من شاب على شيء شاب عليه فهو يقول انظر إلى الشاب إن رأيته صاحب أهل الصنة فرجوا الخير منه وإن وجدته قد صاحب أهل البدعة فيئس عنه وهذا كما قلنا أنه في بداية الطلب الإنسان لا بد أن يدعو الله على أن يوفق الله إلى رجل من أهل الصنة لأنه أهل الصنة على الأقل سيركز له في عقيدة أهل الصنة والجماعة ولا يكونوا متسبسبا في هذه العقيدة وفي قول عمر بن قويس إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يدارس أهل العلم كاد يسلم وإن مال إلى غريم كاد يعطب هذا عجيب وأشوف هو يقول لو صاحب أهل الصنة لو صاحب العلماء كاد كاد يسلم وهذه ما معنىها كاد يسلم عجيب تعرفون كاد يعني هذه المسألة غير مجزون بها نعم أنا أريد تفهم في قوله إن الشاب لا ينشأ فإن آثر أن يدارس أهل العلم كاد يسلم أو كاد يسلم آسف وإن مال إلى غريم كاد يعطب يعني في الحالتين عندك ناجي سلم دينه نعم صحيح المبتدع لا يسلم دينه بحلم الأحوال ولا تسلم نهايته هو الحق في هذا الباب أقول كاد كاد يسلم كاد هذا للتقليل صحيح صحيح أو لا نعم للتقليل كاد هذا ما فيها فيها دلالة واضحة جدا على أن حتى أهل السنة على خطر العظيم هم يتمسكون بالسنة فكيف بأهل البدعة ففيها أمران الأمر الأول أن أهل السنة لا يعمل أحدهم من نجات والثاني زيادة إمعان في هلاك أهل البدعة أن أهل السنة مع السنة ما تستطيع أن تجزم لهم بالنجات لا تستطيع أن تجزم له بالنجات فكيف كان من أهل المقالة كاد يسلم فيها دلالة أنه لن يستطيع أن لن يسلم بحال من الأحوال وأما أهل البدعة فلا يسلم أحد منهم بحال من الأحوال لا يسلم أحد منهم بحال من الأحوال نعم وقال حماد بن زيد قال لي يونس يا حماد إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحبة بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب فعندها أعلم أنه قد قد عطب نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وقال الحسن ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا أزداد من الله بعدة لما ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا أزداد من الله بعدة لما هو لا يرى نفسه مخالفة للهدي النية الصالحة لا تصح صحيح لكن أنا أريد تفسير ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا أزداد من الله بعدها ويفيها لفتة صغيرة مفهومة ازدادة في اتباع الهوى فازدادة بعد من الله العالى باتباع الهوى يعني قريبة دي ده من الاجابة قريبة هو الحق في هذا الباب نعم نعم كلها اجابة قريبة كلها اجابة تقترب هو الحق اولا لنا امور ازدادة صاحب البدعة ما ازدادة صاحب البدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا لأنه إذا ازداد عبادة كلما أنشأ عبادة أنشأ غيرها فتكاثرت البدع يعني هنا الآن لم تكن بدعة واحدة لأنه في هذا يشتهد ويشتهد فيزيد في البدع وزيادة البدع زيادة في هدم السنن مسألة يسير رديد الأمر الثاني الأهم من هذا أنه ما ازداد عبادة إلا ازدادها بعدا لأنه ما ازداد عبادة إلا وهو نصب نفسه مشرعا مع الله رفعلا وازداد بعدا من الله رفعلا لأنه ينازع الله في الربوبية ينازع الله في الربوبية فهو كلما ازداد عبادة على البدع كلما أصر على تنصيب نفسه ربا وهو ليس بذلك احنا قلنا بأن هذا لازم وهو لا يقبل هو نفسه لا يقبل هذا اللازم لكن الحق بأن المبتدع قد نصب نفسه مشرعا مع الله رفعلا ولأن الله قال أم لهم شراكاء شراكاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل فهذه لفتة ثانية المهمة جدا في هذا الباب أنه نصب نفسه ربا مع الله رفعلا نصب نفسه مشرعا مع الله فخذ له الله بذلك لكنه كلما ازداد كلما ازداد بعدا من الله رفعلا بهذه الزيادة في البدعة يزداد المحاربة مع الله رفعلا وقال ابن عون المشتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الأخيرة المشتهد في العبادة مع الهوى وهو اجتهد معناه وقال يتصل جهده بعذاب الأخيرة الله مستعان لأنه قد أخطأ في الاجتهد يجتهده في مخالفة شرع الله رفعلا لأنه يجتهد في العبادة والهوى يحكمه وقال الأوزاعي قال ابليس الأولياء من أين تأتون بني آدم قالوا من كلنا قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار قالوا إن ذلك الشيء ما نطيقه إنهم لمقرون بالتوحيد فضل الاستغفار قال الآتي أنهم من باب لا يستغفرون الله منهم قال فبس فيهم الأهواء والبدعة رأيت هذا فارغ فارغ بين إيش وإيش حريص هو قال ابليس قال لعماري هل تأتونهم من ناحية الاستغفار قالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه إنهم لمقرون بالتوحيد قال لأتي أنهم من باب لا يستغفرون الله منهم فبس فيهم الأهواء البدعة نعم البدعة بريد الكفر البدعة بريد الكفر هذا صحيح هو طبعا هنا هو بيقول يعني هل تأتونهم من قبل الاستغفار قالوا لا لأنهم مقرون بالتوحيد وهذا الذي كنت أريده أن يلمح أحد منكم فيها البدعة مجانبة للتوحيد والله كنت أقول البدعة مجانبة للتوحيد هذه هي أهم شيء المهم أن البدعة مجانبة للتوحيد تفسم هذا انتظام السلسلة في التوحيد لا ينتظم مع وجود البدعة وقول سيدنا عن بسة قال ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين وأيضا اختلجت منه الأمانة فيه أمران الأمر الأول أنه بالبدعة يحمل على المسلمين يكون في قلبه الدغل والحقد والحسد على أهل الإسلام لكن لما لما المبتدع ما نره إلا يحمل الدغينة والبغض وأيضا الدغل على المسلم لما قال وقتلجت منه الأمانة الأولى أنه يحمل يحمل هذه الدغينة والدغل على قلوب أهل السنة لما أنا بسأل لما لما ما الوازع لما يحملوا الدغينة والدغل على أهل السنة الجماعة نعم جيد هذا الظاهر أنه بما خالف بدعتهم ها ليش ها الآن أقول هو المبتدع يحمل غلا على قلب المؤمن لما فقط لما طيب الحكمة لا إلا إلا غلى صدره على المسلمين مبتدع بدعة إلا غلى صدره أو قلبه على المسلمين ها مبتدع هذا جيد هذه إجابة عمومة صحيحة المعصية 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 هذه أنا ما أقول ما ابتدع على رجل بدعة إلا غلى غلى قلبه وصدره على المسلمين واختلجت منه الأمان أنفا قلت أن أهل البدعة فيهم إيش نفاق والمنافق من أهم صفات أنه هذه الثانية أنتما تفهم يا عم هتبوتني المسألة أسهل ما تكون خاص بعد ما عتينا بها كمان مش عائف تجيبها أنه يحمل الغل على على قلوب المسلمين أنه يريد ضرع الإسلام فالمنافق فيه نوع نفاق فالمبتدع فيه نوع نفاق والمنافق يحمل الغل والدغل على أهل الإسلام على أهل السنة بالذات إلا غلى صدره على المسلمين واختلجت منه الأمان هذه فيها دلالة واضحة جدا على تأكيد النفاق أن المبتدع يصل في النهاية للنفاق وهذا موجود أن المبتدع يترك مدة المبتدع حتى يمكن بدعته ثم ترى بعد ذلك ترى حربا على أهل الإسلام وهو واقع لو بس تلمس الواقع ترى ذلك حربا على أهل السنة لا يطيقون وجود أهل السنة بحرم الأحوال لا يطيقون وجوده لذلك قال غلى صدره واخترجت منه الأمانة يعني حذبت منه الأمانة صلب الأمانة وسلب الأمانة لأمر جلل لما صلب الأمانة لما قد يكون تقيياً نقياً قد يكون أميناً لما يصل بالأمانة سلب الإيمان لا إيمان من الأمانة ترى مش ها قال واخترجت منه الأمانة نعم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هو ليس بعد والحق أن خيانة الأمانة من صفات المنافقين ليس من صفات المؤمنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصادق الأمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدّي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له لا إيمان لمن لا أمانة له فإذن المبتدع يغل قلبه وصدره على المسلمين والمؤمنين وأيضا يزداد نفاقا بزيادة الخصلة التي هي علامة فارقة من أهل الإيمان وأهل النفاق وهي الأمانة قال الأوزعي ما ابتدع رجل بدعة إلا صلب ورعاه فابتدع بدعة وهذه البدعة قد أثرت فيه حتى أنها نزعت وسحبت منه الورع وقال حسن ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرع الإيمان منه وهذه فيها دلالة على تبرع الإيمان يعني يكون كفرا قد وقد قد وقد لأن البدعة فيها مكفرة فيها مفسقة فإذا قلنا عن المفسقة فهنا يكون تبرع الإيمان منه يعني تبرع الإيمان الكامل والكمال المقصود به كمال الواجب تبرع الإيمان منه وتبرع الإيمان الكامل منه قال ابن عون ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه جفاء أنت لو ترى جفاء أهل البدع لا يمكن أن تتصور في جفاء أهل البدع وشدة أهل البدع على أهل السنة والجماعة يقول إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه جفاء صحيح الحياء وأن كان يعني أنه من أفضل الصفات فإن الله جد فيه أولا في المبتدأ يسحب منه هذا الحياء وليما إذا قلنا عقابا نعم عقاب نعم عقاب لكن إذا قلت وليما يسحب منه الحكمة فإن يسحب الله جعله من المبتدأ الحياء ما الحكمة جيد يعني تقول أنه أنا وقع بذلك حقيقة أن الله جعله سحب منه الحياء من أجل أنه لم يأخذ بوسائل وأسباب اكتساب هذا الخلق الكريم هو الحياء نعم شوف المبتدأ شر كله والبدأ شر كله والحياء يخالف ذلك الإنسان قال الحياء خير كله ففيها دلالة على أن المبتدأ لما كان الشر كله فيه سحب ما كان فيه من الخير كله وهو قوله السلام الحياء خير كله وأيضا هو مسلوب مسلوب الحياء مسلوب الإيمان لأن السلام قال الحياء من الإيمان الحياء من الإيمان وسؤل بن عباس فقال أوصني فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع وهذه أثار ستأتيك سردا كلها تأمر بالاتباع وترك وترك الابتداء قال اتبع ولا تبتدع يعني اتبع سبيل من سبق ولا تبتدع ولا تخترع شيئا جديدا وقال ابن مسعود اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لابد أن ألفت الانتباه لشيء قبل أن لا أتعجل عليه هو قول الصحابة رضو الله عليهم جميعا اتبعوا ولا تبتدعوا في قول ابن عمر وقول ابن عباس وقول ابن مسعود رضوان الله عليهم يقصدون اتبعوا اتبعوا صحابة رسول الله يعني بعد اتباع النمس سلم أنهم كانوا يرون بأن الجزم في اتباع اتباع النمس سلم وهم يقولون اتبعوا ولا تبتدعوا يعني على صحابة رسول الله وهذا الذي قال ابن مسعود ما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما بلية ثيابهم فهو اتباع الصحابة وهذه فيها دلالة وضحة جدا على سنية اتباع الصحابة لأنهم كانوا أحرص الناس على السنة وهم أعلم الناس بمراض النمس سلم وهم أقرب الناس إلى النمس سلم وشمس النبوة لذلك في قول ابن عباس اتبع ولا تبتدعوا فهذا على المقصد الأسمى فيهم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحديث للتبعين هم يعلمون أن التبعين من أعظم الناس أيضا تمسكا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كفاكم الله الهموم فقد كفيتم وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وهذه رواية صريحة صحيحة بأن التقسيم تقسيم البدعة تقسيم البدعة إلى ممدوحة ومزمومة تقسيم مزموم لأن السلام قال كل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال طالح ابن المصرف لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة يبقى لا تصغ في كلامي أحد إلا من تمسك بالسنة وقال أبو دريس لأن أرى في المسجد نارا تطلم أحب إلي من أن أرى فيها بدعة أو لا تغير انظر ويقول لأن أرى في المسجد نارا خير لي من أن أرى فيها بدعة لا تغير يعني هي كما يقولون البدعة أشد من النيران بل هي من النيران لأنها تأكل السنن هي تأكل السنن والبدعة هدامة للسنن وقال أعطاء ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة ما أكاد الله جل على يأذن لصاحب بدعة بتوبة فهمها بعضهم فهم مغلوطا أن الله جل فعله أغلق التوبة على المبتدع لا لا قد قال السلام عموما بأن التوبة للمرء معروضة إلى أن يغرغر أو قال حتى تشرك الشمس من مغرب فيبيداً لغرغرة أو تشرك الشمس من مغرب هذا فيه يعني التوبة إلى ذلك فهو يقول ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة الرارح في فهم هذا أنه ما دام على البدعة فإن الله لا يقبل منه توبة ولا يوفقه لتوبة حتى يدع هذه البدعة أنه يكون تائباً حقاً إلا أن يترك وهذا الذي استقى به العلماء الذين قالوا بأن التوبة منها الإقلاع عن الزمن فهو يقول هنا الآن أن صاحب البدعة يعني لا يستغفر الله له حتى يدع بدعته ولا يقبل توبته حتى يدع بدعته ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة والرواية جاءت صريحة من السلام قال أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة أن الله حجب التوبة معنى حجب التوبة أن الله جعلها لم يأجر أن الله جعلها لم يتوب حتى يدع صاحب البدعة دي بدعة وقد قال ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام في عنقه وهذا كلام ابن عباس يحتاجه إلى تفصيل هو الأصل في هذه المسألة في قول ابن عباس من أقر باسم من هذه الأسماء فقد خلع ربقة الإسلام لأنه لو أقر بجماعة من الجماعات وترك الأخريات فأنه لم ينزل تحت لواء السنة يجمع أهل السنة والجماعة قال من أقر باسم من هذه المسميات التي فيها ما فيها من الهوى والتي تخالف السنة وفيها ما فيها من من يقول نحن رجال وهم رجال فقال عنهم فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ويقصد ذلك من فارق الجماعة لأنه جاء في الوقت أخرى من فارق الجماعة قال من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه والجماعة يقصد بها هنا ليست الجماعة على ما يتصور أحدهم الجماعة هي أن تكون على الحق ولو كنت وحدك من فارق الجماعة يعني من فارق ما كان على الكتاب والسنة هذا الأصل الأصير في هذا الباب لأن ابن مسعود كان يقول بذلك وكان يبين أن أصل الاتباع هو الأغذي بالكتاب وأيضا بالسنة وقال ميمون بن مهران إياك وكل اسم يسمى بغير الإسلام طبعا هذا لا يمنع بالأسماء التي في الساحة أن تقول سلفي وأن تقول سلفي وسلفي سلفي سني على الإسلام فكل ذلك لا يضر وإن كان بعضهم يرى أنه لابد من التمايز قلنا لا لماذا لا لا ولماذا لا أما بالنسبة للتمايز يمكن أن يقال بهذه الأسماء مثلا ذكرني بها عمر ذكرني بها المقولة التي نحن عندها الآن وهي قلت أنا ولماذا لا لا ولماذا لا كيف ذلك هذا جمع من نقيدين كأن يقول سلفي أو يقول خلفي أو يقول سروري نعم لا ولماذا لا جمع النقيدين كلام صحيح كلام صحيح أسعين التسمية في ذاتها وتنوع التسمية ليس فيها تم شيء ما دام المسمى واحد ما دام يلتفون حول أمر واحد جلل وهو الكتاب السنة ولذلك ما زال المهاجرون مهاجرون صحيح أو مهاجرين ما زال أنصار وأنصار ومع ذلك أنه السلام أنكر على المهاجرين والأنصار عندما اختلف الأمر في التنازع والاختلاف عندما صفع أحدهم أو كسع أحدهم الآخر فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال أنصاري يا لأنصار فقال أنه السلام دعوها فإنها منتنة يبقون التسميات المسميات المختلفة إذا أدت إلى التنازع والفشل فهذا الذي لا يجوز ولا تنزعه فتفشله وتذهب لحكم ولا تكون الذين تنفرقوا واخترفوا من بعد ما جاءهم البينات أم ملكات الأسماء هذه والكل ينزل تحت مسمى واحد غير مختلف فلا شيء على ذلك لا مشح المهاجرون والمهاجرون والأنصار نعم لكن عندما حدث التنازع قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة أبدع والجاهلية وأنا بين أظهركم هذه مهمة جدا مهمة جدا في مسألة الامتحان بهذه الأسماء أصلا ابن تميه يقول امتحان الناس بشخص أو باسم هذه من البدع هذا من فعل أهل الاعتزال هذا من فعل معتزرة فعل معتزرة هذا ليس كهذا هذا على السنة كما يمتحنون بحمد بن سلمة وبحمد بن حنبل لأنه تمسك بالسنة وأعلى بها هذه غير تلك الامتحان ببعض الأسماء التي التعصب لها هذا الذي من فعل أهل الاعتزال فإذا يقول ابن تميه يقول الامتحان أو اختبار الناس بشخص أو باسم من المسميات هذا من فعل أهل البدع ليس من فعل أهل السنة والجماعة وقال مالك بن أنس لم يكن شيء من هذه الأهواء على أهد النفس سلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عصمان هذا عجيب من مالك كيف يكون عجيبا مالك يقول لم يكن شيء من هذه الأهواء على أهد النفس سلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عصمان عجيب من مالك ممتاز هو نايم هو لم يذكر علينا أبي طالب وقلت عجيب من مالك أنه لا يذكر علينا أبي طالب هو صحة كان ممن ينكر جهارا ما حدث بين عصمان وبين وبين عليه ونقل عنه بعض الكلمات التي تطوى ولا تروى والصحيح أنه نقول تكملة لكلام مالك أنه نقول لم يظن على أهد النفس سلم ولا أبي بكر ولا عمر وعصمان وعلي لأن النفس سلم قال عندما قال وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فكان سأل يسأل يقول وكيف النجاة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرجلين المهدينة من بعد عضوا عليها بالنواجس عضوا عليها بالنواجس إذن هو قال سيكون الاختلاف وهذا الاختلاف المرد فيه إلى المخلفاء الأربع مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا أيضا فيها دلالة وضحة جدا على أن الصعيح عدم الحيدة عن طريق هؤلاء النجاة في طريق هؤلاء النبي ومن خلفه من الخلفاء الراشدين أو الخفاء الذين قال فيه السلام بعد خلافة على منهاج النبوة ورحمة وفيها قصمان وعلي وأيضا أبو بكر وعمر وهذا يدلك على ما قال مالك وهو يتقن وذلك يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصالح به أولها وهذه الندات يقولون تريدون أن تردون إلى أمور كانت على الجبال والرمال ونعم نقول بذلك إيش فيها دين الله التعبد لذلك أنا في علاها لا يتلون لا يتغير بالتغير حتى لو على القبر لو في المريخ لو في السحاب لا يكون التعبد إلا بهذا أنت لو في السحاب وفي السحاب تستطيع أن تسجد لابد أن تسجد لتقبل صلاة فهذه ثوابت لا تتغير أم ولذلك العلماء يقولون الأحكام ثابتة والفتاوى هي التي تتغير والمسائل الإجتهادية نعم يتغير فيها تغير لحال الزمان والمكان وقال مالك مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فالحقه أي دين إن شئت إذا تسمى وطبعا لما يقول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة والمعنى الاسم أم المسمى ويقصد المعنى هنا يعني تعبد لله بغير بغير السنة تعبد الله بغير بغير السنة وكأنه قال الإسلام الأصل في السنة ولن يكون الإسلام مستقيما إلا إلا بالسنة وقال أعطاء إن فيما أنزل الله وتبارك وتعالى على موسى لا تجالس أهل الأهواء فيحدث في قلبك ما لم يكن وهذا اتفاق بين أهل السنة والجماعة حرمة مجالسة أهل الأهواء حرمة مجالسة أهل الأهواء وهذا كثير لما قيل ابن عين جاء الرجل فقال يا هذا أنا أما في ديني فأنا ثقت على ديني وأما أنت أنكد في شك في دينك فبعت عنه يعني في مكان غير هذا وكانوا إذا رأوا المبتدع يتكلم وضعوا أصابعهم في أذنهم يخشون أن تصيبهم الفتنة هذا بعد ثبات أو ثبوت السنة عليهم وعندهم ومعهم قال أبو قلابة ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف هذه مهمة جدا قال ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف ففيها دلالة على أمرين الأمر الأول أن المبتدع أن المبتدع يكفر من يخالفه المبتدع يبدع ويكفر ويفسق من يخالفه الثاني أنه يستحل الخروج عليه وأولى الناس بهذه البدعة الخوالج الخوالج أولى الناس بهذا القول لأنهم إذا ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف وهذا الذي حدث بالجرأة الكبيرة التي قد تجرأوا بها بالخروج على عثمان أولا ثم قتل عثمان قتلا صابرا محتسبا ثم بعد ذلك الخروج على علي بن أبي طالب ثم قتل علي بن أبي طالب الخروج على المعاوية فما زال الخروج إلى يوم الناس هذا فأولاء أضل الناس فكرا فهم أضلوا الناس فكرا لذلك قال أنا ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف فيها دلالة على أنهم يقاتلون هذه على هذه البدعة التي يبتدعونها ويدعلونها دينا يدينون الله بها نرقف عندها كم؟ رقم كم؟ طيب نقرى ميو ساعتشار للوتر قال أبو قلابة في قول الله يعاني أن الذين اتخذوا الإجلس أن لهم غضب من ربهم وذل في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو قلابة هي جزاء كل مفترن إلى يوم القيامة ماذا تفهمون هذا؟ ماذا يريد من هذا الكلام؟ في الآية قال هذا جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة قال أن الذين اتخذوا العجلة من بعد أن الذين اتخذوا العجلة سأن لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين يقول أبو قلابة وهذا جزاء كل مفترن يوم القيامة وهذا صحيح لا يختلجن أقوام بين يديا أي ذلة والصغار ولا كرامة والذلة والصغار أشد متى؟ على الأخير قلت في قول السلام لا يختلجن أقوام بين يديا هذا صغار صحيح وذلة وتكون الذلة والصغار أشد متى؟ في النار يوم ما هذا ما أدري ها قل يا نايم استيقظ ها؟ نعم عندما يقول السلام سحقا سحقا لمن بدل بعده بعد النبي السلام هو الآن هو الآن هو يقرب الذلة والصغار عليهم يقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل ترى هنا العداوة الشأدارية من النبي عليه لماذا؟ لأنه في فعلهم كما قلنا قبل ذلك أنه اتهام للمسلم بالتقصير والتهام للمشرع بعدم كمال التشريع وقد قالها اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم من إسلامة دينا إن الذين كفروا وطبعا كفر نعمة هذا أو البدعة المكفرة أهل الإجلي بدلوا شراءات موسى ونعم هذه صحيحة صحيحة لذلك الله خير والمبتدى يفعل ذلك ممتاز نعم لذلك الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم صحيحة الله ربنا ومحمدك أشهد الله إليه لأنت أستغفرك وأتوب إليك